جيمي, هاي بتكلم على عبد الله السعيد ولا يحياطوية الله؟ لايك الفترة حاجة صغيرا في يحياطيات الله المفاوضات وقفة بسبب يتكلمنا من يومين على أن الأهلي مخلص كل حاجة من يحياطيات الله ومخلصين رغبة يحياطيات الله اللي قبلجها في اجتماع من يومين لنادي هي الانتقال للنادي الأهلي عنده 3 عروض عرضه من دينما وموسكو وعرضه من بيرسبوليس الإيراني وعرضه من النادي الأهلي عرض النادي الأهلي للبيع لأنهم رفضين حالا دى نايتي ، two and six thousand dollar لم يتجوز تس neces سمينة ألف دولار و تجاوز كت王ille الرقم لم يتجاوز μربعمئة ألف دولار طلبوا تجاوز بربعمئة ألف دولار طلبوا تجاوز بربعمئة ألف دولار ثم عرضو عليهم أعرب ناتي البيع الأهلي كان بخطط إن يقوم بخطط 9 ولاate تجاح 20 بالرحيم وبعدين يرفع لمليون ومتين لأن أعلى رقم ج للإلاعب هم بير بيرس بوليس مليون ومتين رفض المليون ومتين ورافض التسعمية عايز في اللعيب مليون وستمائة ألف دولار بعد ما كانوا طالبين اثنين مليون دولار كلام محترم ده أنا جيمي بصراحة في الحتة دي بيجيب النهي معينه قالي الأسبوع اللي فات خلص وجمهوري الآن هو خلص هو خلص وانا قلت خلص تحديده على جيمي اللي واحده هو خلص اتفاقه فعلا مع اللعب اتفاق الشخصي يعني هم عنده الشيء هم في بديل كده ولا النادي الألي يعملين هم بيدوروا على بديل آخر في لعيب بيلعب في نادي كريفباس الأوكراني اسمه إيفان لعيب كاميروني 22 سنة ده أفضل لعب في فرقته سنة اللي فاتت رغم انه ظهير رغم انه ظهير أيصر وأفضل لعب في فرقته بيلعبه في دور الأوكراني الموسم الماضي اللعب بيتفاوض عليه لكن اللعب جايله عروض تانية بتفاوض عليه من فترة وكلمه مع اللعب من فترة ده اللعب اللي صرته معنا على الشاشة لعيب 183 سنتي بلعيب قوي جدا جدا هجوميا ودفاعيا فهو في الغالب في الغالب هو الأهل يراح ليحايا عطيته الله كخيار أول ورغبة أولى ده اللعيب رقم اتنين يا ده يا ده